أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أراحب بيديو في هذه الفقرة زكا محمد زكا محمد زكا مبارك حبيب يزال فول الحمد لله زكا أيمن زكا محمد لله كله كويس عمد جمال وأيمن جلبرت وطبعا والحقيقة لأنهم من جمهور الأهلي وعايشين مع جمهور الأهلي مجد بظروفها يعني النهاردة وجهت نظر إن احنا شفنا قرارات تاريخية من لجنة إدارة الأزمة لكونها مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اليوم من اللي فاته والنهاردة شفنا قد إيه مجلس إدارة النادي الأهلي وجهت نظري برضو أسمح وجهت نظركو قد إيه مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص على مصلحة جمهور النادي الأهلي وحماية جمهور النادي الأهلي صعوبة الموقف بتبرز لك بعظمة القرارات اللي طالت صياغة البيان كيفية التغلب على المعضلة الدائمة كيف أتعامل باحترافية وديبلوماسية واخد كل حقوقي دي عظمة البيان لما تجي تتكلم على أنك لم تتغافل كل هذه النقاط واستطردت من خلال البيان الموجز اللي تكتب فيه كل ما طلبوا جماهير النادي الأهلي خلال الأيام السابقة وكنا خلال الأيام السابقة في احتكاكنا وتعاملنا مع جماهير النادي الأهلي الناس كلها كانت بتطالب بهذه الطلبات توقيت المتصق مع الإصدار الرسمي للموعد والفينيو أو الملعب بتاع المباراة النهاردة والقرارات تطلع في نفس اليوم والمطالبات تطلع في نفس اليوم بكل ما طلبوا جماهير النادي الأهلي مش بس بتكلم على عدلة تحكمية مش بس بتكلم على سعة الملعب والمناصفة لأنه ده ما يتصق ما يقدرش الكاف أنه يخالفه لأنه ما صدر في ما أعلنه الكاف أنه هذا ملعب محايد بما أني بتكلم على ملعب مركب محمد الخمس إنه هو ملعب محايد للمباراة النهائية ما بين النادي الأهلي إذن هو مش ملعب الوداد فأنا من حقي تماما أنه أنا أطالب بكل هذه المطالب وعلى الكاف أنه يستجيب فعظمت هذا القرار في التوقيت في الصياغة في القرار في أنه تضمن كل النقاط اللي طلب بها جماهير النادي الأهلي خلال الأيام الماضية والتوقيت بالنسبة لي عظيم جدا أنه يصدر في نفس اليوم هاخد من محمد كده الكلمة وبيقول أنه ملعب محايد فده كمان مش ملعب الوداد ده ملعب نادي الأهلي هو كمان في حقيقة الأمر أنه وفقا للقرار أصلا النادي الأهلي هو المستضيف للمباراة فلو نتذكر كده في عشرين عشرين كان دايما يعني البعض لما بيحاولي تكلم عن مباراة نهائي القرن للأهلي وإذن كان يقول لك إيه في الإعلام نقول للزمالك والأهلي عشان دماتش الزمالك نعم فإحنا مفرد دلوقتي في الإعلام وفي كل حاجة إحنا هنقول المباراة دي مباراة الأهلي والوداد لأن الأهلي هو النادي المستضيف وفقا للقرعة هو اللي هيلعب بالزير الرسمي بتاعه ولا يختار الدكة بتاعته اللي لي بعض الحقوق كان لإيه بتقول للنادي المستضيف فلأ النهاردة القرارات اللي طلعت دي جمهير نادي الأهلي بكامل يعني فقتها وكل الناس ما لهاش كلام في الأيام اللي فات غير عن المطالب دي تحديداً حاجتين موضوع التزاكر وموضوع تسهيل إجراءات السفر والحماية أنا موضوع بالنسبالي بصراحة السطر بتاع الجمهور وبعثة النادي الأهلي واجه ماهيره هو ده بالنسبالي السطر يعني الباقي كله لكن الحماية ده حاجة مهمة جدا طبعاً حاجة مهمة ليه لأن النهاردة في بعض المباراة لما النادي الأهلي بيروح ضيف جمهوره ممكن يتحط في مكان وسط جمهور النادي المستضيف ما نلاقيش أمن كويس حوالين اللعيبة لكن المرة دي من المفترض أن حتى لو الأهلي مثلاً ليه 30 ألف تسكرة ممكن نادي الأهلي يقدر يوفر جمهور يروح 10 ألف 15 ألف ما ينفعش بأجنب 10 ألف 15 ألف باقي الجمهور ترهنوا معي على أن العدد المطلوب من جمهور النادي الأهلي أنا الوحدي أنا الوحدي أنت كم واحد طلب منك أن هو يسافر لغاية الوقت كتير وانت لغاية كم واحد قبل الحال الله يا كابتن بعد القرات بعض الأصدقاء بعضهم ما تشوف وانت في القناة كاشف لنا أي موضوع الرحلات ده والتسهيلات دي عشان نبدأ نقدم ونزبط البسكرات وانت عندك 100 وانت عندك 100 والمية دول معهم 500 والمية دول معهم انت احنا وصلنا احنا التلاتة وإحنا عادين كده لـ 5-6000 واحد وغير يا كابتن فيه أهلوية مصرين كتير موجودين في الخارج طبعا فكر التكاليف يعني بالنسبة لهم التكاليف للسفر من بلادهم اللي هم موجودين فيها للمغرب أوفر فلو توفر لهم رحلات بشكل معين للمغرب هنلاقي لأه هنلاقي رقم قياسي من جمهير نادي الأهلي في مباراة خارج مصر بنتكلم جوه أفريقيا بعيدا طبعا الأهلي لما لعب في قطر والإمارات والسعودية كنا بنشوف الملعب ممتلئ للمصرين اللي عاشي لنا كتير فقرات النهارده لقى قرات يعني فيه إحرافية كبيرة جدا وجديدة جدا في كتابة البيان النقاط كلها يعني منتكلب بنصيب الهدف اللي احنا عايزينه ما على دلوقتي احنا رمينا الكرة في ملعب الكاف خصوصا يعني كاتل آمن اللي فاتت كنا بنتكلم إنه ممكن نلاقي يعني كلام إن المباراة ما تبقى في كازابلانكا تتنقل العاصمة في المغرب في ملعب آخر منه ملعب محايت فوضح إنه كان فيه تعنط كمان إنه لا هنلعب برضو في محمد الخاف فما فيش مشكلة النادي الأهل ليه مطالب جماهيره طالبت بيها مجلس إدارته صمم عليها لجنة الأزمات عملت بيان وخطاب يعني محترف جدا دلوقتي الكرة في ملعب الكاف الأيام اللي جاء من المفترض إنه يرد عن نادي الأهلي ويوفر هو مش بس يرد لا ده هو يوفر كل اللي موجود في البيان لأن ده حق من حقوق النادي الأهلي إحنا كل اللي بنتكلم فيه ده يا كابتن إسلام توفير أجواء مثالية لمباراة كرة قدم في نهائي بطولة قرية اللي يكسب يكسب دي مش عضياتنا إحنا مش هنلعب مش هنطلب من كاف نقول له سلمنا الكاس لا إحنا هنلعب مباراة فنيا في الملعب نكسب اللي يكسب نقول له مبروك إن شاء الله يبقى النادي الأهلي النادي الأهلي لقدر الله حصل أي حاجة هارد لك إحنا عملنا اللي علينا إدارة النادي أهلي عملت لعليها اللعبين والجهاز الفني يكونوا إن شاء الله عمل عليهم الجمهور يكون عمل لعليه فخلص سبقى مباراة كرة ونبني عليها ولكن لو أي أمور طبعا تاني حضرك عليها فكانت الناس كابتن سمير عادلي لأن القرار ده مهم جدا في الوقت اللي أنا بطلب بيه في حقي في الوقت اللي أنا بطلب بيه في حقي وبسلم المحكمة الرياضية الدولية الملفات وبسلمهم المقابل المادي عشان أعمل القضية في نفس الوقت أنا ببعد كابتن سمير عادلي وبابعد كابتن س future عبد الحفيز علشان يشوفوا الموضوع حيبقى ماشي ويشوفوا بعسة يبلقى هتبقى ماشي ازاي اعتقد ده قرار برضو من القرارات المهمة جدا يا محمد نقطة مهمين جدا في النقطة الحراكة كلمتي في النقطة الاولانية انه مش معنى ان انا هلعب المباراة وان انا ملتزم بالالتزام الرسمي اللي عندي ان انا هلعب مباراة النهائية ان انا ماخدش حقوقي انا عندي اتجاهين متوازين الاتجاه الاول هو الذهاب للمحكمة الرياضية الدولية والتأكيد على احاقية النادي الالف انه كان يلعب في فينيو محايد او في ملعب محايد او اعلان الملعب منذ بداية البطولة دي النقطة الاولى النقطة التانية صافر الكابتن سال عبدالحفيز وكابتن سامير عدلي للتأكيد والطمأنينة واخد الضمانات الكافية من الجهة المنظمة او من الكاف قبل ما البعثة تسافر رسميا او الجماهير طبعا يتطمنوا على ده النقطة التانية في الاجتماع الامني اللي بيتم قبل المباراة مهم جدا ان ناخد كل هذه الضمانات والتطمينات مكتوبة رسميا عند الاجتماع لما بيحضر الجي اس او المسؤول الامني بتاع الاتحاد الافريقي مع ممثلي الفرقتين اللي بيحضروا الكابتن سال عبدالحفيز وكابتن سامير عدلي في المعتاد يجب التأكيد على كل ما على كل هادي النقاط والتأكيد رسميا على الحماية الكاملة وجاهزية الملعب والمكان لاستضافة النادي الاهلي وجماهير النادي الاراضي ألعب التدريب وكل شيء طبعاً أيماً برضو من القرارات المهمة جداً اللي أنا شايفها لأنه كان دايماً يقولوا لي إيه؟ الجمهور كان بعض من الجمهور يعني يقول لي يا سلام ما وحنا أكيد إيه؟ حيضونا 50% من التذاكة تمام؟ ولكن الأمن هناك أو فيه بالطبيعي بيحصل إيه؟ نوع أنت دخلك سعة الملعب مثلاً 100 ألف دخل 50 وعندك 20 بره ومدرجات الأهلي مثلاً فاضية هيعمل إيه؟ هيدخل العشرين ولكن أعتقد أن النادي الأهلي قفل الموضوع ده تماماً سيشتري كل التذاكر بالأسعار اللي هيقولها الكاف وفي نفس الوقت أن سعة الملعب 50-50% بالضبط ده حاجة كانت مهمة جداً ومن المطالب برضو الرئيسية لأنه كان ممكن يقول لك أنه سنوفر لك الساعة بتاعتك أو نصف التذاكر أو ممكن ما نقولش 50-50% لأن أكيد الكاف نفسه كلجنة منظمة هيترح نسبة معينة من التذاكر لناس يعني VIP أو جماهير اللي هي حاجات سياحية أو حاجة أجابة بالنهاية لازم فيه نصف التذاكر للوداد والنصف الثاني للنادي الأهلي فشراء التذاكر ودي كانت الناس بتأكد عليه يعني مش بس ناخد الساعة نشتري احنا التذاكر حتى لو هتطرح هنا في مصر والناس تشتريها بمعنى أن هي يعني أنا مثلاً مش مسافر للمغرب ولكن في تذكرة ما تروحها أنا أشتريها كنوع من أنواع الدعم للنادي الأهلي أن احنا ناخد التذاكر والله في مصريين في المغرب هايقداروا يروحوا يتفضلوا التذاكر موجودة ما يجوش أونلاين مثلاً اللي هو يقول لك خلصت فيه جماهير مسافرة من خارج المصر عايزة تروح تقدر تلاقي التذاكر تاعتها مع البعثة الناس اللي طالع من هنا لأن فيه كان مشكلة كانت واضحة بعض من الزملاء والأصدقاء اللي حاولوا يحضروا مباراة الرجاء المغربي طبعاً ده طبعاً كانت مباراة الرجاء وهم المنظمين ولكن أكيد بيبقى مفروض فيه نسبة صغيرة للجمهور الضيف جمهور مقدرش يخش إلى بعد تقريباً عشرين ديام داية مباراة لأنه كان جمهور الرجاء ملأ الملعب وملأ كل الكراسي كانت دي أزمة طب دي لها مبرر كل ذات علمنا منه لا ودي لها مبرر أنه ده ملعب الرجاء كله صح لكن المرة دي ده الملعب بتاع الأهلي والوداد فأعتقد دي من النقطة مهمة جداً في البيان وحاجة يعني تحسب يا حضرك سقفت كذا مرة للبيان والله من قلبي أخسب من لك جمهور لا دي من حاجات تحتاج سقفة كبيرة جداً لأن دي مهمة أن احنا نستلم التذاكر بتاعتنا وما نسيبهاش أونلاين وما نسيبهاش أصل التذاكر نفذت أصل لا لا ده قبل ما هو قبل ما تعمل أي حاجة وقبل ما تطبع وقبل ما تنزل وقبل ما للا وقبل الهزة دي كلها أين كانت سعبسة المياه كاب بألف جنيه أدي الألف جنيه عم المتشكلين وما لكش دعوة وحنا عنام بيومين بالزبط كده معاو كمان النقطة بتاعت شراء التذاكر مجمعة دي نقطة بحد ذاتها فوتت الفرصة على أي طرف أنه يطرح التذاكر إلكترونياً كما حدث فيه مباريات سابقة ويهي بطولات مجمعة كتير جداً فانت فوتت الفرصة بمنتهى البساطة على التراك اللي كان هيتعمل فيك بطرح التذاكر وكان هيقولك أنه 50% للجمهور الضيف و50% لجمهور الوداد وكانت تطرح التذاكر وكنتش هتلاقيها من خلال المنفذ الإلكتروني اللي هيتم أي إن كان هو إيه فانت فوتت الفرصة مش بس قلت أن أنا هغير الآلية من أن هي إلكترونية لشراء يدوي لا دي أنا قلت أن أنا كنادي أهلي هشتري هذه التذاكر مجمعة لجماهيري هكسب مرتين المرة الأولى هضمن أنه كل التذاكر المخصصة اللي هي ما يبقاش فيها وتم استطرادها في النقطة اللي بعدها أنه الجماهير لو حضر عندي لو أنا ليا 30 ألف أو 23 حسب الساعة الرسمية اللي بركب محمد الخامس نص الملعب 23 ألف لو أنا ليا 23 ألف وحضر لي 20 ألف متفرج حتى الثلاث تزاجرهم معايا ما حدش يحضر من جماهير الضيف لأنه ليه نص الساعة هذا هو العدل والحياد اللي طالب بين نادي الأهلي من خلال بي والمطالبة في الرد في خلال 72 ساعة يعني ما تقعدش أنا استنيت لغاية النهاردة عشان برضو البعض اللي بيحاول أنه هي إيه يودي الفكرة أن مجلس إزارة الأهلي مجلس إزارة الأهلي جبعة ما يقدرش يتكلم ما يقدرش ياخد قرار أساساً في أي حاجة إلا لما الموضوع يبقى رسمي أي مجلس إدارة في الدنيا وخاصة مجلس إزارة النادي الأهلي يتعامل بالرسمية الصيغة الرسمية لما يتم إبلاغي حتى اليوم النادي أهلي لم يتم إبلاغه بالزبط لكن تم الإعلان الرسمي والتأكيد من خلال بغاني الكاف والمنفذ التنوي حتى إحنا ببعت لنا كصحفين وأقلمين بعت لنا التأكيد ده على الإيميل أنه خلاص تم تأكيد الملعب والفيني والموعد والساعة كان بس الفترة اللي فاتتها يوم تلاتين مايو في المغرب ما في المغرب المغرب مليانة ملاعب جميلة كان ممكن يبقى في أي مكان لكن لما تم التأكيد أنه في مركب محمد الخامس الساعة تسعة بتوقيت القاهرة يوم تلاتين مايو خلاص الموضوع انتهى وبالتالي زي من نادي الأهلي برضو في المرة الأولى البيانات الأولى كانت إمتى بعد مباراة وفاق السطيف حتى والنتيجة 4 صفر ونحن كما نقدرش نتخطى فكرة أنه دي كورة لما نتأهل رسميا لما نتأهل رسميا على طول نبتدي نتحرك فأعتقد البيانات يعني اللي تم طرحها في الساعات الأخيرة والأيام والنهاردة دي ملخص زي منقول كده مطالب كل حاجة وجايبة كل حاجة من كل الجوال مقفلة كل زي منقول كده كل الإخرام فبالتالي كل اللي احنا مستنيه دلوقتي بقى كيف سيتعامل الكاف مع الأمر هيرد علينا إزاي وينفز إزاي وإحنا عندنا الناس اللي هترائب ويجب أن يتم الرد في خلال 72 ساعة لذبت ما فيش وقت طب إمتى حضرتك إمتى أنا عايزة سافر لو التأشيرة بتاخد مثلا أربع خمس تيام ست سبعة تيام لا يعني تأشيرة المغرب تاخد وقت أطول فلازم طبعا الكاف يخاطب تم إبلاغ الشباب رسميا اللي راحوا عشان يسافروا إن 12 يوم عمل يعني ده يتجاوز موعد المبارنة الأساس لأن ما فيش حاجة اختار رسمي من الكاف للسفارة المغربية أو للسلطات المغربية إنهم ما يسهلوا الأمور يعني السفارة المغربية بتتعامل وفقا للقواعد بتاعتها ده طبيعي لازم نحترمها طبعا طبعا لما الكاف يبتدي خاطب السلطات المغربية والسفارة المغربية إنه لأ في حدث استثنائي الناس اللي بتقدم على الفيز عشان السفر دول لازم يتم التعامل معهم بشكل سريع وتوفير ليهم إجراءات استثنائية وكمان موضوع التذاكر ده مهم في إيه إنه لما أنا ممكن نهاردة واحد مش رايح الماتش أصلا نيجي يروح يقول لك أنا عايز التأشيرة في يومين تلاتة لا التأشيرة يومين تلاتة أو في الوقت ده للناس اللي معها التذاكر وبالتالي لما النادي الأهلي يحصل على التذاكر بشكل رسمي ويديها للشركات اللي هتنظم الرحلات والجماهير اللي ناوي هتسافر هيرحوا يقدموا بالتذكرة أن هم رايحين يحضروا المباراة وبالتالي الإجراءات دي تبقى سهلة لو كان فيه خمس تلاف أهلاوي يقدروا يسافروا وفقا للإجراءات دي لأ دا دلوقتي ممكن نتكلم في خمساشر ألف أهلاوي يقدروا يكونوا موجودين في ملعب المباراة إن شاء الله يعني ممكن يبوى تلاتة وعشرين نتمنى أنا بقول ماشي خلينا نشوف اللي حيحصل خلال الفترة اللي جاية رقم خمسة المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشاركة للتاقم تحكيم من أكفر حكام القرى بس سيقعد يدوروا كتير ما فينا أطلطين مهمين في الفترة اللي جاية مشكلة لأن يعني البيان قال إيه سيامة أنا الفاس من هذه المباراة أنا آسف قال لا يكون من بين هذا التاقم من تسبب أداءه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات كاف ولو استأذن محمد بس وللأسف فعلا الحكام اللي أسمعهم مطروحة كلهم عندهم مشاكل في جميع المباراة اللي قدروها في بعض الحكام في بعض الحكام اللي ما عندهمش أزمات تم توجيههم أن هم يديروا بعض المباراة في السيمي فاينل للأسف عشان ما يكونوش موجودين في النهائي وخلينا فجأة بقى أن نتحدى الكاف يعني على الهوى كده أنه يطلع ما ينص على التالي أنه حكام السيمي فاينل ما يحكموش الفاينل ده غير موجود في الأواحي الكاف غير موجود عرف هو عرف فقط لا غير إذن رسميا رسميا لا يوجد ما يتنص عليه لواحي كاف ولجنة التحكيم أنه الحكم على مسؤوليتي لا يوجد هو عرف تم تدوله في السنوات الأخيرة منذ تقسيم القرى الأفريقية لزونز تم إدراج معها أن الحكم اللي يحكم السيمي فاينل ما يحكمش الفاينل بالمناسبة حصلت في 2017 أن الحكم اللي حكم السيمي فاينل بحكم المباراة النهائية فما فيش أزمة خلص أن الحكم يكون موجود وده كان بكاري جسامها بالمناسبة في 2017 حكم سيمي فاينل وفاينل في نفس البطول إذن هي حصلت قبل كده اتنين لا يوجد لائحيا ما يستلزم أن حكم السيمي فاينل ما يكونش موجود في الفاينل مش عايزين نقول أسامي حكام بعينها لكن بما أنه لا يوجد لائحيا ما ينص على ذلك فيمكن استثناء أنه أي حكم حكم السيمي فاينل أي حكم من الأطقم اللي كانت موجودة في السيمي فاينل أربع أطقم حكموا المباراتين زيابة نقيابة ليه النصف النهائي فده نقطة مهمة جدا بالنسبة ليه التحكيم أنت بتتمسك بلواحك وأنا بتمسك بنفس اللوائح لكن لا يوجد داخل لوائحك نفسها لوائح الكاف أنه أفضل حكمين في القرى هم حكموا في السيمي فاينل مباراتين الوداد لو قلنا يعني ممكن نطرح برضو نفس السؤال على الكاف سريعا أنه طيب هنقول أنه غرباء الراجل جزائري وكان فيه فريق جزائري في السيمي فاينل فوارد أنه كان يصعد نهائي فممكن تعمله يعني لكن فيكتور جومس آآ فيكتور جومس ليه ما تمش اللي ابقاء عليه المبارات النهائية أي أن كان طرفين مبارات نهائية وتركس المساحة أن يبقى فيه حكام ممكن يكون ردة لا للأسف عشان عارفين أن العرفة بتاع الكاف سؤال لكن بكاري جسمها في الفين سبعتاشر عمل طبعا في الفين سبعتاشر كان ليه برضو ظروف يعني يعني مش نقول أن الأهل يلاعب الوداد برضو في مبارات نهائية مبارات القياب مش نقدر نقول أن فيه خطأ كارسي تسبب فيه بكاري جسمها ولكن هو أحد الحكام في المبارات دي ولا عموما لا عموما كتير أنا أصد بكاري جسمها من نوعية الحكام اللي بيعمل إيه يقرفك في الملعب تحكين هو هيقرفك أنت هتجي تقوله يقولك أنا حسب لكش عليك بلن ولكن هو أرفك في الملعب فالنهاردة أغلب الحكام اللي مطروحين للنهائي هم من نفس النوعية اللي هي ممكن مع الضغط الجماهيري تقرفك في الملعب لازم نقول حاجة أن النادي الأهلي في مبارات ربع النهائي أمام الرجاء المغربي في مركب محمد الخامس طوال تسعين دقيقة تم حتساب له راكل الجزاء واثنين فاول عدد اثنين فاول وراكل الجزاء اتحسبت بعد الرجوع للفار الحكام ما حسبهاش فلو ما فيش فار ما فيش ضرب الجزاء وفيه اثنين فاول بس في تسعين دقيقة كاملة اتحسبوا للنادي الأهلي وإنذار وهمي على ياسر إبراهيم في الاعادة ملمس أصلا رجل مهاجم الرجاء المغربي وتحسب عليه فاول مما كان خطر جدا في الثمانتاشر وخذ ياسر إبراهيم انذار الله أعلن كم ممكن تترقم انذاراته مثلا ويغيب عن المباراة للإيقاف طب ليه ما فيه في الحكار حكامين ثلاثة جيدين كم ممكن نخليهم للمباراة الإقصار الطلب السادس وهو الاستعانة بالحكام أوروبيين في الفار في الفار ليه بقى ليه الفار لأنه فيه وقع لا غير النقل هام وفيه وقع ما قدرش يتحاد الأفريقي يقول ما قدرش أجيب ليه لأنه في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم كان فيه أطئم من مكسيك ومن إيطاليا ومن أكتر من قرر اللي كان ممكن يتعلل بالنسبة لحكام السياحة ان اتفاقية التوأمة اللي كانت معمولة بين الاتحاد الأفريقي والأوروبي تم يلغاها وما بقاش فيه حكام أوروبيين أو حكام أفرقيا بيحكموا في أوروبا أو العكس ما بقاش موجودة كممكن يتعلل بهادي القصر يقول لك أنا ما عنديش غير حكام أفرقيا هم اللي يحكموا بطولة قرية لكن انت فيه تصفيات كاس العالم الأخيرة تصفيات الأفريقية المهلة لكاس العالم انت استعنت بحكام فار من خارج القرى إذن ما المانع أنه يكون حكام ومعي وقت أننا يسمح بأننا أستقدم حكام سواء أوروبيين أو من برى القرى وخلاص أوروبا الموسم نفسه يعني الأسبوع ده خلص فهو مش هيتبقى غير طاقم لإنهائي الأوروبا ليج والشامبينز ليج والدور المؤتمر يعني فأوروبا هاتب أماليانا حكام يقدروا يبقوا موجودين أوروبا ليج بجرة كمان خلاص أقصد أنه خلاص الموسم زي ما حالك بيكون كده بينتهي فلا نقدر نجيب طاقم كل ده ليه ما بنقولش أن كل ده يضمن أن الأهل هو البطل أو الوداء لا كل ده توفير أجواء عادلة لمبارات كرة قدم داخل الملعب عشان خاطر يبقى نهائي قوي واللي يكسب نقوله مبروك من ضمن القرارات أو من ضمن الأمور اللي تمت أيضا هو ما قالكش أنا حسهلك الإجراءات وخلاص النادي الأهل ولكن قال أيضا أو شكل لجنة لتسهيل إجراءات صفر الجمهور لجنة دي بإسم أو يعني برئاسة مين أو تضم كل من مين سيد العمري فاروق نائب رئيس النادي سيد خالد مرتاجي أمين الصندوق الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي السيد عمر الشهين المدير التنفيذي لشركة آلية لكرة القدم ثم سيد رضا صليب المدير التنفيذي لشركة آلية لخدمات وزيلك لتكليب بعض الشركات الوطنية يعني نادي الألية مش قالك أنا حساهل لك واسيبك لا ده أنا عندي كمان أو عملت لك لجنة فيها نائب رئيس النادي الأهلي وأمين صندوق النادي الأهلي والمدير التنفيذي للنادي الأهلي ثم بقية الأسماء اللي موجودة فأعتقد ده شيء جيد جدا واحد من ضمن النقاط العظيمة جدا في البيان هو الترابط اللي موجود ما بين الفقرات وما بين البنود النقطة الأولانية لما أكد النادي الأهلي على المطالبة بتسهيل الإجراءات ده الجزء التذاكر ما أنت محتاج شوية عناصر عشان الجمهور يعرف يسافر التذاكر تسهيل الإجراءات التالتة الإجراءات المحلية أو اللوجستية اللي هتتعامل من داخل النادي من خلال هذه اللجنة اللي تم تشكيلها منها شركة النادي الأهلي للخدمات والمدير التنفيذي للنادي الأهلي ونائب رئيس النادي الأهلي وأمين صندوق النادي الأهلي أن هم يكونوا موجودين يساهلوا هذه الإجراءات من خلال رحلات لجماهير النادي الأهلي لملعب المرة وتكون مرافقة للبعث اللي ضمان التأمين والحماية لهذه البعثة فالترابط اللي موجود ما بين هذه النقاط يطفي المزيد من الاحترافية على هذا البعث كمان سريعا السيد العمري فاروق السيد خالد مرتجي من الناس القريبة جدا أصلا من الجماهير يعني بيتفاعلوا معاهم على السوشيال ميديا وموجودين فهم دماغهم عارفة جمهور الأهلي بيفكر في ايه إزاي عايز يسافر ومين يقدر يسافر بتكلفة عاملة إزاي ومين فقا نوفر لها مش عارف تذاكر مخفضة بشكل معين طب مين اللي بره مصر يقدروا فهم عندهم التوليفة دي فبشكل سريع يقدروا إنهم يخلصوا الإجراءات الحقيقة البيان ده عظيم وتاريخي في كل حاجة حتى في اختيار الأسماء اللي في اللي جاءت يعني الزكاء في اختيار الأسماء اللي زي ما حضراتكم بتقول إنهم أسماء كل طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي قريب من جمهور وكلهم عايزين مصلحة الجمهور لأن هذه هي اختيارات مجلس إدارة النادي الأهلي وليس اختيارات حد فعشان كده بقولك حتى الزكاء في هذه الاختيارات إن انت إزاي تختار الاسم المناسب في المكان المناسب لمساعدة وحماية جمهورك أعتقد ده شيء جيد النادي الأهلي وضع كل من هو خارج النادي الأهلي أمام مسؤولياته وكل من هو داخل النادي الأهلي أمام ملفه كل فرد موجود في هذه اللجان هو مسؤول تماما عن النقطة هو متخصص في ده حتى عمر شهين ومدير التسويق السابق فيه الاتحاد الأفريقي يعي جيدا كل الخطوات اللي احنا بندور عليها عشان الجمهور يسافر كل العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها هي عناصر تنفيذية على الأرض قدر النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة كابتن محمود الخطيب إنه يكون هذه اللجان دور فاعل على الأرض ووضع الجميع أمام ملفه كما وضع كل من هو خارج النادي الأهلي أمام مسؤوليته في الحصول العادل والكامل على كل حقوق النادي الأهلي طيب أخيرا برضو الجوابات اللي بعتها مجلس إدارة النادي الأهلي لكل الاتحادات المحلية اللي بركينا اللي هو الاتحاد المالي والاتحاد تونسي والجنوب أفريقي والاتحاد الجنوب أفريقي علشان اللي أربع لعبين وبالتالي دلوقتي زي ما قلنا كده في الأول كل الثقوم تم تقفل لأن المعاد نفسه 30 مايو أنا تقريبا أول مرة من زمن شوف نهائي دوري أبطال أفريقيا هتلاعب يوم اتنين متعودين أفريقيا أفريقيا أجازات هتطلع عمراء سبت وحد في البلاد بعض البلاد العربية الجمعة والسبت يعني أننا نلعب نهائي ده طبعا مبرره أن رئيس الكاف هيبقى موجود في فرنسا عشان يحضر نهائي الشامبيونز ليج بين ريال مادريد وليفر بول فإنهو هتلاعب يوم 30 والأجندة الدولية أصلا يوم 30 وكان فيه مباراة لمصر يوم 2 يعني كان ممكن الكاف حتى لو بيحدد المعاد يقول أن بعد تحديد معاد نهائي الشامبيونز ليج وهو عارفين أن قايمة الأهلي يعني الكاف عارف أن قايمة الأهلي فيها لعبة دولية في مصر وتونس ومالي وموزنبيغ وجنوب أفريقيا ونفس الكلام بالنسبة للوداد أكيد عنده عدد من اللعيبة موجودة فكان لازم يبقى فيه ربط أن مباريات المنتخبات دي في التصفيات يتم التعامل معها بشكل معين بحيث يدي المساحة أكيد طبعا يعني الاتحادات والنادي الأهلي مش هيترك اللعيبة طبعا الأخبار وقت ما صدرت أن الاتحادات بتطلب لعبتها جمهور الأهلي كله يعني زي كاس العالم لا طبعا ده زي ما نقول كده الكول بتاع الاتحادات ده المعاد الرسمي لهم يتعاملوا في اللعيبة لكن إمتى يروحوا ده بالتنصيق مع النادي الأهلي ولو النادي الأهلي قال اللعيبة لازم تبقى معايا في الوقت ده عشان خاطر المباراة محدش كان أعتقد من يوم تلاتين ده يعني يعني كان ممكن يبعث اللعي هايقل لهم في فا ديت في فا ديت تبتري يوم تلاتين من حق المنتخبات يعني أصد النادي الأهلي ما كانش أكيد هيسيب لعبته لا لا طبعا بشكل عشان الناس كانت تتخضطوا بعض الناس بتاستطفل ما العكرة تقول لك النادي الأهلي هيروح كمان يلعب من غير لا بس هوا الموضوع مش سهل لا طبعا مش سهل مش أننا هقول للاتحادات يا جماعة هتقولي لعب إن الأهلي بيخوط حرب وجهة نظري في كل شيء في الأربع لعبين في المكان الملعب النهائي الدوري هزاي إحنا دلوقتي رمينا الملعب كرة في ملعب الكاف هو دلوقتي اللي مفروض ينفذ بشكل لائحي كل طلبات النادي الأهلي لأنها كل طلبات النادي الأهلي هي طلبات لائحية وعادلة وما بيطلبش حاجة زيادة عن حقه يعني هم نطلب اللي هو طبيعي اللي مفروض ما نطلبوش ويبقى متوفر متوفر لنا عموما زي ما قلنا لحضراتكم هي قرارات تاريخية وصادرة تحسن هي صادرة من جمهور النادي الأهلي وما بين جمهور النادي الأهلي لأن مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة الأزمات ولجنة إدارة الأزمة أعتقد أن هم من جمهور النادي الأهلي عشان كده اختاروا أن هم ينحازوا دائما للجمهور خلونا نطلع فاصل بعد فاصل احنا نتكلم عندنا مطش بكر بالمناسبة عندنا مطش بكر عندنا مطش ومهم كمان في الدورة العام المصري أمام البنك الأهلي إيه اللي حيحصل وكيف سيلعب بيتسو موسماني من وجهة نظر محللنا محمد جمال وأيمان جلبرتو لأنه زي ما قلت لحضراتكم عندما تنظر إلى الأسماء اللي موجودة في اختيارات بيتسو موسماني هتحتار شوية هنشوف وجهة نظرهم ولكن بعد هذا الفصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين أيمان أبدأ معاك النهاردة شوية أرقام وإحصائيات لهذه المباراة طبعا البنك الأهلي من الأندل لعبة 17 مباراة في الدوري النادي الأهلي لعب 14 مباراة البنك الأهلي هجوميا سجل 20 هدف النادي الأهلي هجوميا سجل 32 هدف دفاعيا البنك الأهلي استقبل 18 هدف يعني فرق جنين بس فده برضو يأكد أنهم عندهم بعض المشاكل الدفعية يمكن اختراقهم عكس ما بيصور البعض أنهم دفاع قوي جدا يعني النادي الأهلي استقبل 10 أهداف فقط بنتكلم على الشباك النظيفة عدد المباراة 3 مباراة شباك نظيفة للبنك الأهلي النادي الأهلي 7 مباراة البطاقات الملونة 38 للبنك الأهلي بطاقة 26 للنادي الأهلي منهم 2 أحمر للنادي الأهلي وفي البنك الأهلي يعتقد منهم واضحة في مباراة البنك الأهلي هي غياب الثلاث لعيبة اللي بيلعبوا في وصل الملعب بشكل أساسي عمر السلية وحمد فتحي وقالي ديون وهنا هو ده اللي هيخلي فيه حيرة شوية إزاي بيتسو موسماني هتعامل في هذا الجانب خصوصاً رامي ربيعة طبعاً لما لعب مباراة الوداد في مركز 6 أهدا بشكل جيد لكن هو برضو لسه راجع من فترة غياب طويلة وسبب الإصابة هل ممكن يستعين بنبيل كوكا جنب رامي ربيعة ولا يعيد استخدام أفشة في هذا المركز عن البنك الأهلي دي المعضلة الأكبر اللي ممكن عن بيتسو موسماني أعتقد بعد الغيابات دي تحديداً ممكن يبقى صعب بفكرة الراحة بتاعت علي معلول صعب الراحة لمسلاً لعب زي بيرسي تاو أو أحمد عبدالقادر لأن هيبقى فيه غيابات كتيرة في الفريق فأعتقد أكبر أزمة عند بيتسو موسماني أو المعضلة اللي هيحاول يشوف لها حل في طريقة لعبه هي كيفية تعويض غياب السلاسي حمد فتحي إليو ديونغ عمر السلاح خصون حمد فتحي تحديداً لأنه بيلعب مركزين ممكن ساعات يلعب الليبرو المتقدم أو الليبرو جنب الاتنين مساكين أو كمان وسط ملعب مدافع سواء في طريقة 4-3-3 أو حتى 4-2-3 أو مؤخراً زي ما بيلعب بيتسو موسماني 4-2-2 طيب جيمي هنا ممكن أسألك بس أبما تروح للي عايز توريه لنا يقولك هو طيب ما هو بيتسو موسماني اللي حط نفسه في المعضلة دي اللي هو ممكن أجيب محمد محمود ممكن أجيب محمود متولي على رغم من محمود متولي تحديداً بعيد عن المباريات ولكن نهاردة كانوا بر القيمة في ستندر دايماً لما نجي نحكم على اشتراك لعب أو غيابه مفيش حد أكتر من بيتسو موسماني على دراية بالحالة الفنية والبدنية اللي عليها كل لعب في ظل هذا النقص الواضح والشديد بوسط الملعب بغياب اليو ديانج عمر السولية وحمدي فتحي الثلاثة الأساسية الثلاثة اللاعبين دوليين هم الثلاثة الأبرز في داخل القر اللي بيلعبوا فيه ثلاثة بوسيشن سواء ستة وتمانيتين أو الاثنين اللاعبين بلعبوا ستة ولاعب بيلعب تمانية فأنا بتكلم على الثلاثة الأبرز في القر الراجل لو عنده أي إمكانية أو حاسس بجاهزية اللاعبين سواء محمد محمود أو محمود متولي كانوا أكيد هيبقوا موجودين وهيديهم الفرصة أنهم يكونوا موجودين في مبارات البنك أهلي في ظل هذا الغياب والنقص الواضح فالراجل أكيد بيتعامل مع هذا النقص بمين جاهز يقدر يشتغل بالشكل ده هنتكلم لو مجن نتكلم على التشكيل المتوقع من وجهة نظرنا لأنه دي الأهل في النهاية هنتكلم هو ممكن يلعب بمين أو ممكن يشتغل إزاي ربطا بس بيه قصة النقص اللي كانت تكلم ماما عليها والسؤال بتاع حركة الإسلام أنه الأزمة ليه فيه أزمة في وسط الملعب وليه وإزاي يقدر بيتسو يشتغل عليه فرقة البنك الأهلي بتلعب 4-3-3 وأحيانا 4-2-3-1 بالثلاثة محمود سيد ومحمد هلال بيلعب قدامه دايماً بيعملوا السويتشات لو محمد هلال هو اللي بيقى موجود على الجناح محمود سيد بينزل يشتغل فيه وسط الملعب معاهم التالت أحمد سعيد فالثلاث لعيبة بلغة الكرة لعيبة كور لعيبة بيقدروا يعملوا الهولدينج بشكل كويس بيقدروا يقفوا على الكرة بشكل كويس لكن قدراتهم الدفاعية فيها مشاكل الثلاثة سواء محمود سيد لأنه لعيب مركز ثمانية في الأساس أحمد سعيد لعيب مركز ثمانية في الأساس محمد هلال الرجل شادو سترايكر وينجر بيتم توظيفه قدامهم يلعب ويعمل البرنتريشن وهنشوف إزاي لما نيجي للحالات إزاي محمد هلال اللي هو بيعمل البرنتريشن وتجميع اللعب اللي مميز به البنك الأهل في هذا الموسم إزاي بيقدروا يسجلوا وليه يغيروا الطريقة بأنهم بيعتمدوا على اتنين سترايكرز في المباريات الأخيرة فهي جاية المعضلة واختيارات بيتسو من هنا هذا الثلاثي ثلاثة لعيب الكورة فأنا عايز لعيبة في وسط الملعب عندهم جاهزين بدنيا رقم واحد عندهم قدرات دفاعية تسمح لهم بأنهم وأنا بلعب اربعة اربعة اتنين لو ما غيرتش الطريقة أو لو رحت للأربعة تلاتة تلاتة محتاج اتنين لعيبة في وسط الملعب عندهم هذي القدرات البدنية اللي قدروا يشتغلوا على الثلاثي بتوع البنك الأهلي ويقدروا أن أنا ما سيبش الكورة للبنك الأهلي لأنهم خطورة البنك الأهلي كلها في اختراقاته من العمق واتجاهه دايما لتجميع اللعب ناحية الشمال لما يجي نشرح طريقة لعب البنك الأهلي أنا كنت هبدأ بالنادي أهلي لكن هروح لطريقة لعب البنك الأهلي وإزاي بيشتغلوا هنا لما يجي نتكلم على البنك الأهلي بصها كابتن كم لعب هنا لو نوقف هنا البنك الأهلي بيشتغل دايما من ناحية الشمال عندي الباكليفت عصم شمال البنك الأهلي يمين النادي الأهلي تجميع لعبه كلها طريقتين. إما بيعمل البلتريشن والاختراق من ناحية الشمال. واحد اتنين ثلاثة دايماً ثلاثة أو أربعة. بيعمل البلتريشن عشان يعمل الوان تو أو الوان ثري من خلال الناحية الشمال. هرجع تاني وقف لي هنا رجع لي البداية الحالة. أيوة ماشي تاني. تاني تاني تاني. تاني ماشي بعد الباس بتاعت يعقوبه. بس وقف هنا. وقف هنا. وهذه واحدة من الحالتين يا كابتن إسلام. الحالة الأولينية أنه بيعمل التجميع ناحية الشمال. وبيقدر من خلال الوان تو أو الوان ثري أنه يخلق هذا اللاسبئي. يخلق الاسبئيس ناحية الشمال عشان يروح ويعمل الكروس. وهو ده اللي عايزه. ده اللي عايز يعمله أنه يعمل البلتريشن من ناحية الشمال. ماشي. ووقف بعض الكورة. بس وقف هنا. رجع 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 فريم واحد. رجع فريم كمان. بس وقف هنا. وقف هنا. ده اللي بترى يشتغل عليه كابتنخالة الجلال خلال الفترة اللي فاتت. انه بيلعب على حاجتين. العرضة القريبة والهاي بوسط او العرضة البعيدة. انه لما بيجمع الليعب ناحية الشمال من خلال عاصم صلاح او اسحقه ياعكوبو اللي بيقدر يوصل منهم للاندلاين. لو قدر يخترق من ناحية الشمال بيعمل الكروس ناصر مانسي هو اللي بيقطع دايما على القريبة. هو اللعب الموبايل المتحرك جوه. السندوق ما بيطلعش برا السندوق كتير. وبترى يستخ اخدم اسامة فيصل ناحية اليمين بدل ما كان بيعتمد على محمد باسيوني فوقت من الاوقات. لا ابتالى يعتمد على اسامة فيصل انه يخش على العرضة البعيدة دايما ويخش يكمل. يكمل الكرة تاني. اهي. هنا فرغ المساحة ناحية الشمال. ابتالى اللعيب يتحرك عشان روح ويعمل الكروس. وقف هنا. وقف هنا. اهو. لعيب على نقطة ناصر مانسي بتحرك عشان يقطع ياخد من على القريبة. واللعيب اللي جاي من وراء اللي هنشوفه مبارك بكرة يكون اسامة فيصل. هو اللي بيعم الاختراق العكسي. من ناحية اليمين. لان هو في الاساس. اوسامة فيصل. هو معارض نادي الزمالك. في الاساس هو مهاجم. فأسامة فيصل بييجي من ناحية اليمين دايما علشان يبقى متحرر شوية من الرقابة. الراس الحربة التانية. الراس الحربة التانية. فهو بيعتمد على اتنين لما بيبتروا يشتغلوا في الحالة الدفاعية بينزل. اوسامة فيصل بيجمع تحته على وسط الملعب. لكن في الحالة الهجومية لما بيوصل للاعيب لتجميع اللعبة من ناحية الشمال بيروح بي واحدة من. طبع. الكراس البروح مزبوط. ليه ليه الكراس مزبوط? رجع لي الكرة تاني من من بدايتها. هلش تعبتوكم في في الحالة دي كتير? لان هو كل حالات البنك الاهلي في الاختراك. ليه? وقف لي هنا ثواني. بص الاسبيس اديها كابتل عشان كده الكراس مزبوط. عشان كده الكراس مزبوط. هو رايحوا مع القريحات. لو تفتكر الهدف بتاع المبارات الدور التاني الموسم الماضي اللي هو كان تعادل في وقت قاتل لكريم بامبو. كان نفس الفكرة من ناحية الشمال بتاعتهم اللي يليم بتاعت نادي الاهلي. ما كانش فيه اي ضغط ولعب وقتها العرضية. وكريم بامبو طلع براحته خالص حط الكرة بدماغه. فهنا النادي الاهلي لازم ياخد باله في الحتة بتاعت الوقفات لان اغلب الحالات اللي مع جيمي. اللي هي بتخص مبارات الدور الأول للبنك الاهلي هم بيلعبوا قدام النادي الاهلي بالطريقة دي. على طول الكروسات. على طول الاختراكات من ناحية الشمال. عشان يستغل ان النادي الاهلي دايما بيبقى متقدم. عشان يرجع لفكرة الهجمة المرتدة اللي هما بيعملوها او السريعة. فالنادي الاهلي عبال ما يرجع بيبقى فيه. زي ما قلت كان المدافعين عبال ما بيرجعوا. يبتدوا يركزوا ان هما يتمركزوا بتبقى مش واخدين بالهم. فهما بيستغلوا دي كويس. مبارات الدور الاول. الحمد لله الامور عدت نادي الاهلي كسر. فانا اتمنى ان الدور التاني نخلي بالنا دفاعيا من الحتة دي تحديدا يعني. هنبتدوا يروح لنادي الاهلي. وده فيها شوية شابه من طريقة لعب البنكة مع اختلاف الهجمة واختلاف طريقة التنفيذة. مشي لللاعبة دي. هو انه لازم نروح للنادي الاهلي يعني. طبعا لازم نروح للنادي الاهلي يعني. يعني كده في اللطيف. يحبين. اهي اهي اهي. دي الان روح للنادي الاهلي. اصلي دي دي مباراة الدور الاول. فلما نيجي مبص على شبيهة جدا بالطريقة البنك الأهلي. لكن النادي الأهلي بيشتغل أكثر على البيتراتي. النادي الأهلي بيشتغل على البيتراتي من عمق طريقة أربعة أربعة أثنين اللي بترى يستخدمها بيكس ومسماين في الفترة الأخيرة. وده اللي البنك الأهلي مميز فيه جدا أنه عنده دايماً اتنين على اللاين. عنده باك وجناح وباك وجناح. دايماً بيقفل لك الخطوط. إزاي قدرت تعمل البيتراتي أن انت بتفضي في طريقتين. وقفل هنا عند اللعبة دي. بعدين نكمل كلامنا. بس وقفل هنا وقفل هنا. فالنادي الأهلي بيشتغل على نقطتين. النقطة الأولانية إنه يعمل البيتراتي من ناحية الشمال ناحية نوازة جداً اللي فيها علي معلول. ودائماً نحمل عبدالقادر موجود فيها فاربعة أربعة أثنين. والسويتشات اللي كان بتتعمل ما بين بيرسي تو وطهر خلال الفترة اللي فات. عشان ما نستطرتش النادي الأهلي بيشتغل ازاي. عشان ما نستطرتش النادي الأهلي بيشتغل ازاي. فهي دي نقطة الشبيهة. اللي اتنين فيها متشابهين. حل من ضمن الحلول المهمة جداً 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 للنادي الأهلي بكرة. مش هنتكلم بها على طريقة لعبة. لكن هنتكلم عن حل من ضمن الحلول التزديدات. مريجي نشوف مباراة الشوط الأول. الدور الأول. خلينا نمشي. نمشي. نمشي هم أربعة أربعة تزديدات. دي الأولانية لي محمد مجدي أفشا. وكان عليها الفلو. بعديها من حمدي فاتحي. دي أول تزديدة. التزديدة الثانية. اللي بعدها على طول. اللي جي منها الهدف. باص. أسست. سبعة وعشرين يارضا. بشهوط عمر السلية. من المواجهة. ودي كانت من ضمن تعليمات بيتسو في الدور الأول. لأن الدفاع المتكتل بتاع البنك كان الطريقة بتاعتهم مختلفة عن الطريقة الحالية. فكان من ضمن الحلول هو البنتريشن. ونعمل فولو دايما محمد شريف. كان نازل في المطش ده. بديل بدل للمحمد هاني. وقابل إصابة أكرم. طبعاً ربنا يا شيء ويرجع بالسلامة. وتبدل ورجع أكرم في البكريت. ونزل محمد شريف كمهاجم تاني مع بيرسي تاو. وهي دي لما عمل الفولو. نشوف بقى آخر. حمدي فتحي كان شايت كورتين. طبعاً. تفضل. حمدي فتحي هنا كان شايت برضو كورتين اللي هو تزديدات من الخارج كان ممكن يعززه النتيجة في الوقت ده واحدة في العرضة واحدة. الحارسة عمل معها. فزي ما جيمي كده بيقول التزديدات من الخارج للفرق اللي بتلعبنا تكتلات دي لازم حل لي لأن زي ما انت شايف بص الدفاعات بتاعتهم كلها جواد 18. صح. فعشان خاطر نكسر الحتة دي انت بتشوت. بتشوت عندك فرصة ان هي ترد من الجون عندك فرصة ان هي تخش بشكل مباشر تاخد راكلة ركنية تبقى فرصة هدف. فلازم حل التزديدات من الخارج ده يكون متوفر طبعا مفيش عمر السوداء مفيش حمد فتحي ولكن علي معلول يقدر يعملها بطريقة معينة. افشل او لعب عبدالقادر بيرسي تاو كل دول لازم المهارة دي يستخدموها بشكل كبير في المباراة. من وجهة نظركم في التشكيل بكرة من وجهة نظركم. يعني خلينا نرجع تاني للبورد وانا عمل ما نرجع للسكرين تاني. التشكيل النادي الاهلي زي ما قلنا في البداية خالص اتكلمنا على انه في غيابات فانت في عندك بعض التغييرات الاضطرارية. في بعض العيبة رجليها في الملعب اللي انت مش هتبقى متأزم وهما بيشتركوا زي ايمان اشرف على سبيل المثال في ظل غياب ياسر ابراهيم هو البديل. كل وجهة الدماغ دايما بنتكلم في وسط الملعب طبعا. فوجود محمد عبد الملعب عودته من الاصابة اشترك في مباراة ستيف مباراة العودة. الى جواره هيكون ايمان اشرف في الناحية اليسرى يكون موجود علي معلول. محمد هاني في الناحية. هنا ممكن اسألك سؤال برضو. يعني هل أنا لو مدير فني وشايف انه ما عنديش اليو ديانج وما عنديش حمد فتحي وما عنديش عمر السلية. طب ما انا بالمرة ما عنديش علي معلول رياح علي معلول. ما عنديش محمد هاني رياحه. واعتمد بما ان بقى المجموعة المدافعين اللي عندي كلهم. رجلون في الملعب يعني محمود وحيد لو لعب رجليه في الملعب. ناحية التانية لو كريم فؤاد لعب رجليه في الملعب. فهي مصدي؟ طرح لكن اعتقد انه مش هلجأ له بكرة. هلجأ له في المباراة قدامة لما يرجع له لعيب زي عمر السلية. علشان برضو. هل يبقى محتاج المباراة اللي جاي عمر السلية تحديدا. او اي لعيب راجع من الاصابة هبقى محتاج انه يلعب. فانا اقدر اعمل ده اعمل بديل. انا عندي اربع خمس غيابات اكبارية. فانا في المباراة اللي تاليها اقدر ان انا اعمل ده بعد مباراة البنك الاهلي. ولا يحلى. انا واحد من ضمن اللعيبة اللي انا محتاجه اشوفهم بياخدوا راحات قبل فاينل افريقيا وعالم على الول. واحد من ضمن اللعيبة. مية في المية معاك. طبعا. حمد هاني كمان عامل مباريات قوية جدا. وكل الشغل من ناحية هناك. وكريم فؤاد من اللعيبة اللي جايدين جدا. وانا ولا ما بيلعب بيعني. او ده اللي انا بقوله بقى. او ده اللي انا بقوله بقى. انا عندي كريم بجليف الملعب. محمود وحيد رجليف الملعب. ما يلا يعني. ما عرفش. فيه مدربين كانوا بيفكروا فيها كده. انا مع رأي حدرك. انا مع رأي حرك ان اللعيبة تاخد. بس. مش هطلع سبع تمانية لعيبة. ما طلعش سبع تمانية لعيبة من التشكيل. واعتمد بس. انا عندي. الشيناوي قدامه. سنتر باكس بيلعبه. وغير بقية الفرقة. اظن ان هيبقى صعب. العدد زيادة قوي. لان هو مجبر على ان هو غير نص الفرقة. جمهور الاهلي. بعد ما شفاق الصيفه بعد الاربع. وهو بيحايل اللعيبة. كميلهم الدورة اهلي. فبرضو في المخيلة طبعا ان هو هيحاول ما يفقدش نقاط. يعني طبعا مباراة صعبة وغيابات. فهيحاول ان هو ما يفقدش قوي نقاط في الثلاث مبارايات اللي جايين مهمين جدا. معا يستغل برضو. لازم يستغل ان نادي زمالك تعصر في المباراتين. نادي بيرامز تعادل في المبارات. فكل دي فرصة النادي الاهلي يشيل من عليه حتة من المؤجلات والنقاط. خصوصا بعد الترتيب بمشاط الدوري اللي احنا بنشوفه فيه مباراة كده متشالة. اللي بنتكلم عليها بعدين. حابب بس قبل ما نكمل بقية التشكيل اقول نقطة في الحيطة دي. انه انا عارف كويس جدا انه جماهير النادي الاهلي لا تكتفي من المكسب. جماهير النادي الاهلي لا تكتفي ببطولة افريقيا وتطالب بالدوري في كل وقت. حتى بعد التأهل لي فاينال افريقيا. وان شاء الله بعد التتويج سيطالب جماهير النادي الاهلي بالدوري. لكن اتمنى انه ما يبقاش فيه مزيد من الضغوط. الضغوط كافية بما فيه الكفاية. الملعب والمباراة والجماهير والاصابات. اظن ان هي ضغوط بما فيه الكفاية على اللاعبين. لا قدر الله. وهو ما لا اتمنى. وان شاء الله لن يحدث. انه لو فيه بأي شكل من الاشكال فقد نقاط خلال المباراة القادمة. وخفف الضغوط على اللاعبين وعلى المدير الفني تحديدا. لحد فاينال افريقيا بعد كده لكل مقام من مقام. نكمل التشكيل علشان الوقت اكيد الخناء بقى في وسط الملعب. والافتراضات الكتير. يمكن اظهر بيتسو موسماني افكاره. انه هيعمل ايه في المباراة القادمة. بإشراكه لرام ربيعة في وسط الملعب. في مباراة اسطيف. وظهر بشكل بدنيا. هو لائق جدا. انه هو يكون موجود يبدأ مباراة بكرة في مركز ستة. وليس في قلب الدفاع. اشتغل في مركز ستة. كمان هيب عندي مشكلة. لو انا اعتمدت على اثنين لعيبة بطباعة دفاعية. في وسط الملعب. ما عندي مشكلة في التدرج. او الخروج بالكرة. فوجود رامي ربيعة. قد يلجأ بيتسو موسماني لحل من اثنين. اما انه يعتمد على محمد مجد افشا. كلاعيب مركز ثمانية. ويعتمد على رامي ربيعة كلاعيب مركز ستة. ويفرغ رامي ربيعة للواجبات الدفاعية. او انه اكيد عنده في الباجراوند. احمد نبيل كوكا. هل يشتغل معاهم ثالث وسط الملعب. ولا يكون بديل واحد من الاثنين. ده اللي هيكون عليه الاختلاف. نهاية في الجزء الأمامي. اعتقد انه الراجل ممكن يريح بيرسيتاو بكرة. ممكن. لانه بتم يجهاده بشكل كبير جدا في المبارات اللي فاتت. وانا سعيد بالحالة اللي عليها بيرسيتاو. الحالة النفسية قبل ما اكون الحالة الفنية في الملعب. واعتقد طهر محمد طهر يكون موجود. حسين الشحاتها يكون موجود. ومهم جدا جدا جدا. قبل ما اقفل التشكيل. اتمنى وجود محمد شريف. خط دفاع البنك الاهلي. يعاني من البطء الشديد في الريباوند. بعد فقد الكورة. والعودة للحالة الدفاعية. والتمركز في الاماكن السليمة بتاعتهم. عندهم بطء شديد. سواء لما بيشتغل بحمد ياسين او محمد دبش. او اين كان مين اللي هيشتغل هما الاثنين الاساسيين. او لو في حد منهم مش موجود بكرة. الاثنين دول عندهم مشكلة. مدافعين جيدين. وميزين جدا في الاريال الزكورات الهوائية. لكن عندهم بطء شديد. وجود محمد شريف والتحركات الذكية جدا من محمد شريف. فأتمنى انه لو بيرسيته مش موجود. اتمنى محمد شريف هو اللي يكون موجود. يعني سريعا الشناوي. ايمن أشرف. محمد عبد المنعم. محمد هاني وعلي معلول. في وسط الملعب. يعني ممكن يبقى محمود وحيد. بس يعني ما يبقاش محمود وحيده كريم فؤاد. يعني واحد فيه كريم فؤاد. عشان الدنيا برضو تبقى واحدة واحدة. وهما اللاعبها نفسها لا تبقاش عليها ضغوط. وهما بيلعبوا. في وسط الملعب بديل. اعتقد عن رامي ربيعة اللي هو اللاعب. اعتقد الأفضل ان يلعب نبيل كوكا. هو المركز ثمانية في البداية. والجانب الهجومي ممكن نلعب. لو هنلعب الأربعة. اربعة اربعة اثنين. يبقى فيه أحمد عبدالقادر. حسين الشحات. انا يمكن اخذ من كلام جيمي سريعا كده على حتة مدافعين البنك الاهلي. ممكن نجرب لو ما فيش مجدي افشا. نجرب صنائية تاو محمد شريف اللي هي عاملة. شغل حلو ممكن. لو ابتدوا مع بعض من اول المباراة. يحلوا الموضوع بتاع المدافعين. لو مش هنلعب بالاثنين. يبقى اعتقد موجود محمد مجدي افشا. مهم وأمامه يا بيرسي تاو يا محمد شريف. عشان حتى نستغل مهارة التزديد اللي عند افشا. وكمان التمرات عشان المباراة. التكتلات الدفاع اللي بعملها البنك الاهلي. محتاجة حلول كتير. واحنا حاليا حمد فاتحي. أليو جيانج عمر السلامي مش موجودين. ودول عندهم الناس الأكتر. الناس عندها الحلول بتاعت التزديد من خارج وكوار الطلية. فأعتقد افشا ممكن يبقى ليه دور. لو هنلعب بمهاجم واحد. بس مش اتنين. زي الطرق في المباراة الأخيرة. شرفتونا ونورتونا. واستمتعنا بيكم النهاردة. واستمتعنا بقراءكم. وربنا يكرم النادي الاهلي بكرة. في مباراة وألهام جدا. شكرا جزيلا يا محمد. شكرا جزيلا. قبل بس ما سيب حضراتكم سريعا جدا. حقرى لحضراتكم. بيان النادي الأهلي. ست مطالب عاجلة للأهلي من كاف. في اجتماع لجنة الأزمة برئاسة كابتن محمود الخطيب. قررت لجنة إدارة الأزمة برئاسة كابتن خطيب. عقب اجتماعها اليوم. مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. بالعديد من المطالب. بعد أن علمت بتحديد موعد. وملعب المباراة النهائية لدور الأبطال. عبر الحسابات الرسمية للكاف. على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في الشيء. في هذا الشأن حتى الآن. جاءت طلبات النادي من الاتحاد الأفريقي على النحو التالي. رقم واحد. المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدور الأبطال. منها تحديد ساعة الاستاذ الذي ستقام عليه المباراة. تخصيص نسبة 50% من هذه الساعة لجماهير النادي الأهلي. وذلك لإرساء العدالة بين طرفين اللقاء. وأن النادي سوف يقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات. بما فيها المأسورة الرئيسية المخصصة للأهلي ولجماهيره. وذلك وفقا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغه بها من قبل كاف بشكل عجل. رقم 2. المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي نصف ساعة الاستاذ على جماهيره فقط. وأن يقوم كاف بتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك. رقم 3. المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلي وجماهيره. التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة. وتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الأفريقي والدولي. والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب. رقم 4. المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر وبعدد نصف ساعة الاستاذ الذي ستقام عليه المباراة. كذلك الأغذف الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة في خلال 72 ساعة على الأكثر. المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة. وأن لا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداءه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات كافة المختلفة. رقم 6. المطالبة بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الفار من أوروبا. أسوة بما تم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. لسيما أن الفائز في هذه المباراة سوف يمثل القارة الإفريقية في بطولة كأس العالم للأداء. إذن هذه القرارات زي ما قلت لحرارتكم هي قرارات بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمة. تم اتخاذ قرار بتكوينها بعد قرارات مجلس الإدارة الأخيرة. عموما شكرا جزيلا لمجلس إدارة النادي الأهلي على هذه القرارات التي تقف بجانب مصلحة النادي الأهلي كالعادة. ومصلحة جمهوره وحماية جمهور النادي الأهلي منذ لحظة صعوده إلى الطائرة. وحتى رجوعه إلى أرض الوطن مرة أخرى. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله تقع لحضراتكم على خير خلال الفترة القادمة. بشكركم واشوف حضراتكم على خير.